سلسلة العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد المندرجة تحت قانون قيصر ما تزال مستمرة منذ الإعلان عن توقيع القانون في العشرين من كانون الأول من العام الماضي في إطار تضييق الحصار على أركان النظام وداعمه حساب السفارة الأمريكية على التويتر جدد في تغريدة له تأكيد الولايات المتحدة مواصلة عقوباتها ضد الأسد بموجب قانون قيصر حتى ينهي الأسد حملته العنيفة ضد الشعب السوري وهو ما لا يبدو قريب التحقق في ظل تمكن الأسد عبر حليفيه الروسي والإيراني من خرق العقوبات وتجاوز القانون لأكثر من مرة ولا سيما على صعيد تأمين المواد النفطية المدرجة بيان السفارة استعرض شيئاً من العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد أكثر من تسعين شخصاً وكياناً داعمين للأسد في استمرار حربه الوحشية الحرب التي سماها البيان الحرب التي لا داعي لها إلا أنها ما تزال مستمرة وما يزال السوريون يدفعون ثمنها سواء في مناطق النظام أو المناطق الخارجة عن سيطرته وأكد بيان السفارة أن واشنطن ماضية قدماً في العقوبات حتى يتوقف الأسد عن عنفه أو يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو مستقبل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالشأن السوري رقم 2254 والذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين وعلى الرغم من عدم فعاليته القصوى حتى الآن في كبح جماح نظام الأسد أو إيقاف أعماله الإرهابية بحق الشعب السوري وانتهاكاته المصنفة على أنها جرائم حرب إلا أن قانون قيصر ما زال الإجراء العقابي الوحيد المتخذ من قبل المجتمع الدولي واعتبرته الخارجية الأمريكية منذ الإعلان عنه خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة على الفضائع المرتكبة في سوريا فيما اعتبره السوريون تحصيل حاصل بعد أعوام من الدمار والدماء